بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا في هذا الفيديو نظرة سريعة على الدروس الفصل الثالث لمادة الفيزياء الدروس اللي راح تنتظركم خلال الشهرين إن شاء الله أقول لكم بالتوفيق للجميع إذن نتمنى فقط أنكم ستستفادوا من كل هذه الدروس إذن بالتوفيق للجميع نتمنى لكم عطلة سعيدة وعطلة أيامها مباركة توافق شهر رمضان الكريم أقول بالمناسبة رمضان الكريم للجميع إذن نبدأ بالظواهر الكهربائية راح تشوفوا التيان الكهربائي المستمر راح تشوفوا قانون الشدات والتوترات الناقل الأومي القوة المحركة لموليد الكهربائي المقاومة الكهربائية استعمال جهاز الأمبير متر والفولت متر ثم بعد ذلك راح تشوفوا التحويل الطاقوي الكهربائي طبعا قبل ما نكمل في الدروس ونبهكم أن الدروس هذه مرتبة ومنظمة على قناتي راح نعرض لكم ملخصة تحاق بالصور فقط سوف تكون لكم فكرة لمن يريد الإطلاع عليها شوفوا معي إذن هناك ملخص رائع وشامل على الظواهر الكهربائية إذن على التيار الكهربائي شدة التيار الكهربائي المستمر إذن دروس هذه قد لكم موجودة على قناتي مرتبة ومنظمة طبعا هناك أيضا على قانون الشدات والتوترات شوفوا معي نعرض عليكم فقط الصور يحبي يشوف ويطلع قانون الشدات والتوترات إذن درس جد جد سهل فقط عليكم الإرض التركيز والانتباه شوفوا معي هذه هي الدروس كلها موجودة على قناتي بشرح بسيط لمن يريد الإطلاع عليها ثم بعد ذلك بعد قانون الشدات والتوترات واش عدكم عرض عليكم فقط الصور عدكم الناقل الأومي عدكم طبعا مقاومة الكهربائية عدكم القوة المحركة للمولد الكهربائي هذه الدروس مبسطة ومنظمة مكتوبة بكتابة أظن أنها واضحة استعملت الألوان باش ما تملوش من الدرس ثم عدكم استطاعت تحويل الكهربائي إذن درت النشاط من الكتاب المدرسي وأجبت على جميع الأسئلة باش يسهل عليكم الأمر إذن ما عليكم إلا الإطلاع على كل هذه الدروس بس تسفادوا منها إن شاء الله ننتقل على بركة الله إلى المقطع الذي يليه إذن نتابع قلت التحويل الطاقوي الكهربائي بالنسبة لهذا المقطع صراحة لم أتطرق إليه يعني ما زال ما تطرقش ولكن إذا شفت هناك الوقت لذلك راح نجيب لكم هذه الدروس إن شاء الله طبعا ولا جعلنا ربيء من الحيين أما إذا كنا في العالم الآخر إن شاء الله يكون فقط لنا بصمة بهذه الدروس وما تنسوناش بالدوحة إذن في الظواهر الضوئية عندنا طيف الضوء الأبيض عندكم نموذج التركيب الجمعي عندكم نموذج التركيب الطرحي رؤية جسم بلون معين كانت هذه نظرة سريعة على الدروس على الفصل الثالث نتمنى أنكم راح تستفادوا من هذه النظرة السريعة والبسيطة وأنكم تودلوا للدروس الموجودة على قناتي أو غيري من القناة للقناة اللي ترتاحوا صدقوني أن القناة اللي ترتاحوا معها وتفهموا معها هي أحسن القناة ما تشوفوش حال لزابوني ولا للمشاهدات لا شوفوا لين ترتاح النفسية التاعك وين تفهم أكثر وأكثر لا أقول لك قناتي فقط ولكن قناة اللي تلقاها يعني تستفاد منها أكثر هي القناة الأحسن لك بالتوفيق للجميع لا نساش نعيد عليكم نقول لكم رمضان كريم يعني أسبقت العيد قبل رمضان مع ليش فالخير إن شاء الله إذن أقول لكم صحر رمضانكم إن شاء الله يتقبل ربي سبحانه جميع عملكم وعملنا إن شاء الله يعني بالإخلاص إن شاء الله وبصالح الأعمال إن شاء الله وما تنسوش فقط أن تخصوا ولو صفحة صفحتين لقراءة القرآن بش يكتب لكم الثواب إذن سلام الله عليكم بالتوفيق لجميع إلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر